بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة آل عمران الدرس الثاني والسبعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد نواصل الكلام في بيان فوائد الآيات من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء أضعافا مضاعفة إلى قوله سبحانه وتعالى ونعم أجر العاملين فنقول وبالله التوفيق كذلك يؤخذ من هذه الآيات وجوب المسارعة إلى طلب المغفرة قبل فوات الأوان وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وذلك لأن الفرص لا تدوم والأعمال محدودة والإمكانيات كانيات العبد محدودة فلا يؤخر الأعمال الصالحة وفعل الخيرات إلى أجل يؤمله فإنه قد يموت قبل ذلك وقد يعجز أيضا حتى لو أدرك هذا الوقت الذي أمله فقد يعجز عن العمل أو يأخذه الكسل أو غير ذلك من المعوقات فما دام الإنسان في زمن الإمكان فإنه يبادر بالأعمال الصالحة لألا تفوته سارعوا إلى مغفرة من ربكم أي طلب المغفرة من الله إذا حصل منكم ذنوب فسارع بالتوبة كما قال سبحانه وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم كان الله غفورا رحيما وكذلك وكذلك يسارع إلى طلب الجنات بالأعمال الصالحة لألا تفوته هذه الأعمال ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يحث على المبادرة قال عليه الصلاة والسلام بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا فالفتن عظيمة فالإنسان يبادر بالأعمال الصالحة قبل أن تدهمه هذه الفتن ولأن الأعمال الصالحة بإذن الله وقاية من هذه الفتن وحماية من شرها فعلى الإنسان أن يبادر وأن يسارع وأن يسابق إلى فعل الخيرات وترك المحرمات والتوبة إلى الله المبادرة بالتوبة والاستغفار قبل فوات الأوان ثامنا يوخذ من الآيات أن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة وليست موجبة لدخول الجنة وإنما هي سبب فقط قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل ولكن الأعمال سبب لدخول الجنة والله جل وعلا لا يضيع أجر المحسنين كما أن الذنوب والمعاصي سبب لدخول النار فالإنسان يتجنب الأسباب الموجبة لدخول النار وذلك بترك المعاصي والسيئات ويبادر وكذلك يبادر إلى الأعمال الصالحة قبل فواتها تاسعا يوخذ من هذه الآيات بيان سعة الجنة وسعة مساكن أهلها وسعة أملاكهم فيها لأن الله قال جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين وفي الآية الأخرى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسله فمنازل الجنة واسعة وخيراتها كثيرة وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كما قال الله جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون العاشر يوخذ من هذه الآيات صفات المتقين وهي كما يبينها الله في هذه الآيات الأولى الإنفاق في سبيل الله عز وجل في حالة الرخاء وفي حالة الشدة وفي حالة الغناء وفي حالة الفقر الثانية الثانية الذين يتغلبون على غضبهم حينما يغضبون على من ظلمهم أو اعتدى عليهم فيتغلبون على أنفسهم ويكضمون غضبهم ولا يظهرونه ويمسكون ألسنتهم هذه من صفات المتقين وكذلك يوخذ وكذلك من صفات المتقين أنهم يتبعون يتبعون كظم الغيظ يتبعونه بالعفو عمن ظلمهم فلا يكضمون الغيظ فقط ويسكتون ولكنهم مع ذلك يعفون عن من ظلمهم ويسامحونه حتى يطمئن وحتى يزول عنه الخوف ومن عفى وأصلح فمن عفى وأصلح فأجره على الله أن الله تكفل بأجره سبحانه وتعالى ولا يعلم أجره إلا الله جل وعلا هذا ترغيب في العفو يوخذ منها فضل الإحسان والإحسان في اللغة معناه إتقان الشيء وإتمامه وهو كما ذكرنا سابقا أنه يكون إحسانا في العبادة بين العبد وبين ربه بأن يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن الله يراه جل وعلا وإحسان إلى العباد وذلك بكف الأذى عنهم فمن كف أذاه عن الناس فقد أحسن إليهم وكذلك بذل الندى بأن يدفع لهم ما يعينهم على على حوائجهم يساعدهم بالأموال هذا بذل الندى وإطعام الجائع وكسوة العاري والإنفاق في وجوه الخير ومشاريع البر هذا من الإحسان إلى المخلوقين وكذلك الإحسان حتى في من يريد أن ينتقم منه أو يريد أن ينهي حياته فلا يقول هذا يقتل أو هذه شاة تذبح ولا يرفق بهم ويعنف عليهم بل هو مأمور بأن يحسن إليهم في حالة القتل وفي حالة الذبح قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته يوخذ من صفات المتقين أيضا أنهم يتبعون الذنوب بالتوبة والاستغفار ولا يصرون ويستمرون على الذنوب تساهلا بها أو قنوطا من رحمة الله لأن هؤلاء على فريقين الفريق الأول من يتمادى في المعاصي تساهلا أو يعتمد على الرجاء كما هو فعل المرجئة الذين يقولون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان ويتساهلون في المعاصي وترك الواجبات ويقولون هو مؤمن ولو لم يأتي بالواجبات ولو لم يتجنب المحرمات هذا فريق ظال والفريق الثاني فريق المتساهلين الذين لا يبالون بالمعاصي والمستهترين والمستبطئين للعقوبة وكذلك من صفات المتقين أن الله سبحانه وتعالى أمرهم أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم لا يصرون على الذنوب ولا يستمرون عليها بل يستعظمونها وقد جاء في الحديث أن المؤمن يرى ذنبه كالجبل يخاف أن ينقض عليه وأن المنافق يرى ذنبه كالذباب يقع عليه ثم يطير استخفافا به فهذا فرق ما بين المؤمنين المتقين والمنافقين نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإيمان والعمل الصالح والعلم النافع صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين